ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم في خمس مناسبات سابقة وهذه الأرقام والتفاصيل المرة الأولى في كأس العالم 1994 حصلت أمريكا على عشرة أصوات بينما حصل المغرب على سبعة أصوات في حين نالت البرازيل صوتين فقط المرة الثانية ترشح لإحتضان كأس العالم 1998 فرنسا نالت 12 صوتاً والمغرب سبعة أصوات المرة الثالثة تقدم لكأس العالم 2006 كانت ثلاث جولات لتصويت لأربع دول مرشحة في الجولة الأولى من التصويت ألمانيا حصلت على عشرة أصوات وجنوب إفريقيا ستة أصوات اندلترا حصلت على خمسة أصوات بينما المغرب حصل على صوتين فقط في الجولة الثانية من التصويت حصلت كل من ألمانيا وجنوب إفريقيا على أحد عشر صوت لكل منهما أما اندلترا فنالت صوتين فقط ليتم الاحتكام إلى جولة ثالثة من التصويت وفيها حسمت ألمانيا الفوز باثني عشر صوتاً مقابل أحد عشر صوت لجنوب إفريقيا ثم تقدم المغرب لاستضافة كأس العالم 2010 وعاد الفوز لجنوب إفريقيا بأربعة عشر صوتاً مقابل عشر أصوات للمغرب وصفر صوت لمصر الترشح الخامس كان لكأس العالم 2026 لأول مرة التصويت كان من طرف كل رؤساء اتحادات الكرة تحت لواء الفيفا وعددها مئتان وثلاث أعضاء عوض التصويت الكلاسيكي من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا فاز الملف الثلاثي المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك بمئة وأربعة وثلاثين صوتاً مقابل خمسة وستين صوتاً للمغرب في حين اعتذرت أربع دول عن التصويت